موسيقى 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 خلاص يعني انت بتعمل بتصور وبترسل بتصور وبترسل بهدف رفع وعي النساء بحقهن في العيش في مجتمع خال من جميع أشكال العنف ودورهن في حل الانقسامات الداخلية إلى جانب تطوير مهارات خريجات الإعلام في مخاطبة الجمهور حول القضايا النسوية خرجت أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية قرابة العشرين شابة من مختلف محافظات الضفة الغربية ضمن مشروع مواطنات وذلك في مقر الأكاديمية في مدينة رامالله كل المشاركات أبدو عمليا رضا عالي كان هناك خريجات عمليا دكتورا وماستر ونساء من حقول مختلفة وليس فقط من الصحافة سيتم استيعاب قدرات النساء من خلال برامج تنفذ ضمن برامج أخرى في جمعية المرأة العامة الفلسطينية التنمية مثل شبكة الشابات إضافة إلى التواصل على مساحة ينابيع في شبكة وطن التي تسناول قضايا تهم قضايا حقوق النساء التدريب امتد على مدار عشرة أيام هذه الأيام كانت متخصصة في فنون صحفية مختلفة مثل صحافة الموبايل الصحافة الاستقصائية صحافة المساءلة وأفردنا مساحة واسعة لموضوع تقديم البرامج الإعلامية وإعداد هذه البرامج التدريب كان في داخل استوديوهات وطن تدربت المشاركات حول كيفية التعامل مع الكاميرا كيفية مخاطبة الجمهور والوصول الأكبر عرض ممكن من الجمهور التخريج جاء بعد دورة صحفية متخصصة على مدار عشرة أيام تناولت عدة فنون في مجال الصحافة والإعلام أبرزها الصحافة الاستقصائية والمساءلة وتقنيات صحافة الموبايل وفنون التواصل والاتصال مع الجمهور إلى جانب إعداد وقيادة البرامج الحوارية التي تطرح قضايا النساء بكل جرأة ومهنية هذا البرنامج أضف لمعلومات جديدة وساهم في إسقال شخصيتي واكتشفت الجوانب اللي أنا ببدع فيها مثلا من ناحية برامج المساءلة اتعلمت كيف ألية الحوار ألية طرح الأسئلة ألية الانضباط بالذات وأكثر شيء كمان أضاف لمعلومات جديدة اللي هو صحافة الحلول أنا دائما كنت مثلا بدرس أن أنا كصحفي كيف أصلت الضوء على المشكلة ولكن بعد هذا البرنامج اكتشفت أن أنا كمان كصحفي ممكن أن أساهم بعلاج المشكلة مش فقط أصل الضوء تعلمنا إشي جديد ما كنت متعلمة بالجامعة اللي هو التحقيق الاستقصائي والبرامج المساءلة وكثير حسيت أن هذه البرامج مهمة في مجتمعنا الفلسطيني لأن هناك كثير قضايا بدها مؤسسة وبدها تحقيق فإن شاء الله سنعالج قضايا مجتمعنا ونحاول نطبق الأشياء التي تعلمناها تستمر أكاديمية وطن في تقديم التدريبات العملية التي تتناسب مع حاجة الخريجين لتأهيلهم للسوق المحلي عبر تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية ويشار إلى أنه بعد التدريب ستطلق جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وشبكة وطن الأعلامية منصة ينابيع بهدف توفير مساحة للنساء عبر وطن للتعبير عن أنفسهن وطموحاتهن ورؤيتهن في حل الانقسام الداخلي وسائر التحديات التي تواجه النساء